أما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم ومن جمال الحرف السورية هنروح لجمال الوجه والأسنان اللي هو الهاجز والهم الأكبر نصر نشوفه عند كل الشباب والصبايا صحيحة وكتير مثل ما قالت رشا اليوم في اهتمام بهذا الموضوع رح نحكي عن موضوع تبييد الأسنان نسمع عن كتير تقنيات منها مكلف ومنها عم يكون بسيط ونحن هنا عم نحكي عن تبييد المنزلي لكن رح نسأل ونطرح أسئلة شو ضرر التبييد على الأسنان في أشخاص ما بيقدروا اليوم يستخدموا هاي التقنيات شو هي أحدث التقنيات المستخدمة وكتير من التفاصيل اليوم رح نطرحها على الطبيبة فرح الحاجة حسين وهي طبيبة أسنان بورد سوري في تأهيل وتجميل الابتسامة سعد صباحي سعد صباحي صباح الخير صباح الابتسامة الحلو سلامي يا هلا دكتورة عم نحكي اليوم عن شيء خلينا نقوله صار من أساسيات الجمال ضمن الوجهة اليوم صرنا نشوف أي حدا نروح فورا بيلفت نظرنا أحيانا عم يكون فيه كتير أوفرا بقصة اللعون وأحيانا عم يكون كتير بناصب البشرة خلينا بشكل عام اليوم نشرح شو هو التبييد طبيض هي مادة تنحط على السن بتفتت التصبغات والبقع الموجودة بمسامات السنان الدقيقة من جوة طبعا الطبيض هو كمان هدفه الأساسي أنه نحن نرجع للبريء ولون السنان الطبيعية طبعا اللي نفقد بسبب العوامل مثلا مثل المأكلات والمشروبات الملونة على مرور الزمان طيب خلينا نحكي اليوم عن أنواع الطبيض الأسنان مثل ما ذكرنا بالمقادمة في أنواع ممكن تدرج من الأمور البسيطة والأمور المنزلية أموات طبيعية ممكن نستخدمها هيك لتقنيات بتكون بالعيادات خلينا نحكي عنها بكتر البداية دائما تكون بالعيادة هو عن نحن نوعين طبيض ليزري أو منزلي الليزري بيكون هو أسرع شي بالطبيض بيكون مدة ساعة بالعيادة بدون تخدير بتنحط المادة المبيضة على الزمان بعدين نحط الليزر لنفاعل هاي المادة بيبرده الزمان سب يعني سلبيتها الوحيدة في برضو الصعب ضمن الليزر فيه ألام أي سلبيتها الوحيدة هو الحساسية بس ولكن اليوم الليزر حتى يعني مو أي شخص قادر يساوي بعيدا عن التكلفة المادية فيه شروط يعني في الأشخاص اللي بيشربوا أهوة كتير المدخنين أكيد طبعا هلأ نحن هن بسلبيات الطبيض بتكون مثلا أو الأشخاص الممنوعين من إجراءات الطبيض هن لسنان الحساسة اللي عندن جزور لسنان مكشوفة فهدول ممنوعين طبعا من إجراء الطبيض الليزري طيب نحن حكينا عن مشكلة أنت أنت هي سلبية وحيدة ولكن هي سلبية كبيرة عند الأشخاص اللي موضوع الحساسية قديش مزعج درجة الحساسية هي بتكون بس بعد الطبيض ولا خلص صار الشخص يلي صار يحس بهاي الحساسية الأسان أنه هي ملازمة لا لا هو حساسية مؤقتة يعني بدتها يمكن بس للمساء أو لتاني يوم بس وخلص بتنتهي يعني هي الحساسية يعني الحساسية بتكون مؤقتة بس للأشخاص اللي أصلا هن نسنان حساسة بالأحوال الطبيعية بدون إجراء الطبيض فهن الممنوعين يعني من الطبيض الليزري حكينا عن العيادة والإجراء الطبي ضمن العيادة قبل ما نتقل إلى الطبيض المنزلي اللي نحنا كتير في أشخاص كتير بيتبعوا هاي القصة وخاصة مثل ما قلت لك المحبي القهوة نحنا اليوم بيقلك طبيبك أنت بديك تخفيف كتير أكيد بك رمال ما ترجع هدول التصبغات خلنا نروح شوي للأنواع يعني حكينا ليزر نرجع شوي للمنزلي المنزلي كمان بدايتهم للعيادة بيجي لعنى المريض بناخد له طبعا بنعطيه آلة بيكون طبعا أصير يعني بعيدة عن اللسة بنعطيه مادة الطبيض بيستخدمه بالبيت طبعا نحنا يعني الطبيب هو اللي بيحدد حاجة المريض للوقت والكمية اللي بيستخدمها ليوصل للبيض اللي هو بحاجته كتير ما نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي من خبراء فينا نقول للأعشاب بيعطوا هاي الخلطات طبعا ليمون غلي مدرشو للأسنان شو رأيك؟ لا لا هذا كله حكي تجاري الفحم لا 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 الفحم الفريز يعني هدول اللي نشوفهم كتير على ما ما بيعمل شي هذا كله حكي تجاري حتى بيقلك إنه معجون ستنان مثلا إنه استخدم هاد النوع أحسن من هاد النوع أكيد لا كمان هاد الشي ماله موجود بس نحن عنا معاجين معينة من شركات معينة بيكون معجون مبيض وهذا ما بيستخدم كل يوم بيستخدم بس مرتين بالأسبوع لأنه بيسحل المينة مينة الأسنان طب هاد بسألك يا معجون الأسنان ما في مواصفات معينة إنه أنا سمعت معلومة إنه في معاجين أسنان لازم نبتعد عن استخدامها بعيدا عن الطبيض فخلنا نحكي عن الجرود معاجين الأسنان المبيضة هي اللي مو من بعد عن استخدامها بس إلى طريقة استخدام يعني استخدام مرتين بالأسبوع بس مو أكتر من هيك قلتلك بيكون فيها حبيبات ساحلة فبتسحل مينة الأسنان فنحن استخدمناها كل يوم فهي بتضر طيب خلينا شوي نركز على موضوع الطبيض المنزلي نحكي عن الشروط نحكي عن المدة نحكي عن إجراءات اليوم المريض مفروض يتبع ضمن فترة العلاج يعني هو أثناء النوم هي أول شيء نحكي يعطينا تفاصيل أكتر يعني شجعينا إنها قلت تبدو بعض النوم وصعبتها بوقت النوم؟ تمام، وقت النوم لأننا لم نأكل ونشرب فيه فست ساعات وقت النوم وخلاص ثاني يوم الصباح ونفرشتنا من حياتنا طبيعي بس هاي الفترة اللي نحن نستخدم فيها لطبيض المنزلي ممنوع طبعا أنه نشرب قهوة ممنوع أبدا؟ ممنوع ما حدا حيلتزم بس منخفف كتير تشعر مليك شوش عينا لأنه نحن حدا بيحب القهوة بيبعد عن هذا الإجراء منشرب بشلمونة تمام، أو نعمل اللي بدنا إياه يعني بس منقوم نفرشي سنان نضغري المهم أنه فترة الطبيل نحن ممنوعين عن أي ملونات لأنه بتكون السنان عم تستقبل أي لون فنحنا كأنهم ما عملنا الشيء كتير منشوف كمان أنه في أشخاص صغار يعني في فئة عمرية عم تكون يمكن صغيرة شوي عم تحب تقلد وتتمتع ببيض الأسنان في فئة عمرية أو سن معين اليوم بتنصحي أنه ما لازم الواحد قبله يبلش موضوع تبيض الأسنان هلأ هو صراحة بالمراجع يعني بيقوله أنه قبل 16 سنة ممنوع قبل 16 قبل 16 سنة ممنوع أنه نبيض الأسنان أو ندخل عليها بهذا الموضوع بس صراحة أنا بقول قبل 18 ممنوع لأنه يعني بيكون بهاي الفترة بتعرفي 16 إلى 18 هو بدي يقلد بدي يعمل بدي كذا فعم يعمل هذا الشيء بدون وعي أو بدون حتى استشارة حدا بجوز يعني أنه من أهله أو هيك فأنا بقول قبل 18 سنة ممنوع أنه ندخل على السنان بهيك شغلات بالطبيض أو بالفينيرز أو غيره يعني طيب نحن اليوم قبل المدة نحن بحاجة نرجع نعمل هذا الطبيض مرة تانية هي يمكن بتوقف على العادات الصحية اللي بتبع المريض بعد الطبيض طيب والعكس صحيح أكيد طيب هلأ نحن عمنا كل تقريبا ستة شهور أو من ثلاث لستة شهور فينا نعمل طبيض الليزري بس مو قبل هيك أبدا ومرة واحدة خلال هالفترة لأنه أكثر من هيك طبعا هي أوكي هو شي منيح وبيبيض الصنان بس كمان إله أثار سلبية فنحن ما بصير نعمل الطبيض بشكل عشوائي والمنزلي تمام المنزلي نحن فينا نعمل مثلا تيوبين تيوبين مثلا خلال الشهر بنرجع بنوقف شهر بنرجع كمان الشهر اللي بعده فينا نعمل ما نعطى يعني ما نعطى فعاليته مو كتير قوي المنزلي أخف طبعا من الليزري كفعالية وش بيعطي النتيجة يعني؟ بس نتيجته أطول يعني كديمومة هلأ الليزري نحن بيجي يعني ببيض ضغري وممكن يروح أسرع بعد قديش؟ حسب محافظة المريض ما له هيك فترة وسطية يعني من في تلات شهور أربعة شهر هلأ يعني نحافين نقول ستة شهور ستة شهور ستة شهور بس حسب محافظة المريض هلأ المريض اللي بيدخن والمريض اللي بيشرب أهوة كتير فهو هذا ما هيستفادش هلأ كمان في موضوع تنظيف الأسنان عند الطبيب الأسنان لا اللي بيروحوا اللي بيحجزوا جلسة تنظيف الأسنان صراحاً جداً قليلاً فعال خلينا نحكي اليوم بتساعد هذا يعني عموضوع التبيض أو حماية الأسنان هاي الجلسات اللي بتصير؟ هلأ التنظيف هو إجراء أكيد لازم وضروري قبل تبيض الأسنان بس هو كإجراء لحاله بدون مع المريض بيض أسنانه فهو إجراء ضروري كل ستة شهور أو حتى ثلاثة شهور عند الأشخاص المدخنين أو اللي بياخدوا أدوية معينة يعني فهو هي بتكتر من تصبغات الأسنان أو بتزيد من القلح الموجود أو الرواسب الموجودة فهي لازم تنشار كل ثلاثة أو ستة شهور سلبيات يعني حكينا نحن أنه ممكن يخف تخف المينة صير حساسية زايدة بأوج الحساسية نحن وين ممكن نوصل إذا كتير استخدمنا الطبيض؟ مثل ما قلت لك هو لازم يكون طريقة منهجة يعني ومو عشوائية فإذا نحن عم نستخدم الطبيض بطريقة طبيعية وعند الطبيب مو أنه رحان عم نستخدمه فحساسية بتكون ضمن الحدود المقبولة يعني بأشخاص بيستخدموا كربونات السوديوم يعني بيشوفوا وصفات على النات فبيخلطوا الملح مع كربونات السوديوم مع ما بعرف شو الفحم بشعال تصاولات خطيرة بس مثل ما حكينا قبل شوي عن فكرة المواد الساحلة هو الفحم فيه مثل حبيبات خشنة بس أنه هي بتنظف زيادة بس هاد الشي كمان مو المريض مثلا شاف أنه بيضوا مثلا من أول مرة فرشة فيها سنانو فكل يوم رح يعمل هيك فهو رح يقزي سنانو كربونات السوديوم نحنا إذا استخدمناها على الشي ما شوفها دي فعال يعني هو موزي لا 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 ما أنا موجود حتى هي ما أنا موجودة بمادة طبيض هو مادة طبيض المادة الكيميائية اللي فيه هي هيدروكسيد الهيدروجين فما أنا موجود طيب نحنا عن اليوم نعزم نبعد عن هدول الأساس العشوائية أكيد عن رصفات الشعبية وشفت عنات وشفت جارتي وشفت كذا هذا الشي مو صح بيقزي السنان طيب إذا جاكي مريض وحابه بيبيض السنانو من وين بتبلشي معه؟ يعني خلنا نبلش هيك نصائح إذا حدا بيباله الفكرة كتير من وين نحنا ممكن نبلش معه؟ منبلش معه نسأله عن عاداته اليومية نسأله عن حساسية سنانو اذا هو أصلاً سنانو حساسة أو لا شو عنده مشاكل هون منبلش نحنا منظف السنان أول شي بعدين منبيض الطبيض الليزري شعن نحنا طبعا ناخد أحسن نتيجة منبيض الليزري بعدين منكمل منزلي هون نحنا مناخد أفضل نتيجة للطبيض وكذا مو مأطول طبعا بنا تشكر حضورك لليوم وتشكرك على هالم معلومات الحلوة ولكن قبل هيك ما نختم خلينا نروح للصبايا اللي يعني يروحوا بالأو الشباب بموضوع الأوفرة اليوم كشو دورك كطبيب انتي وقت بيجي أنا بيجي تجي أي صبية وبتقولك أنا بدي مثلاً أصفى لون أو أعلى درجات بياد لون اليوم قديمهم نحنا ناخد لون البشرة معالم ألوجة اليوم حيكون إليك تأثير أو كان إليك تأثير ضمن الحالات اللي إجيتك على عيادة؟ هذا الشي أكيد هلأ نحنا أو الطب بشكل عام بكل اختصاصاته عم يتجه نحو العلاج المحافظ أو كيف يعني المحافظ يعني اللي نحنا بنا نحافظ على سناننا قد يعني قدر الإمكان يعني نحنا نتجه لكل العلاجات الممكنة قبل ما نروح للفينيرز يعني مثلاً ممكن نبيض أنا مثلاً إجتني مريضة لون سناني معاجبيني منبيض مرة ومرتين وثلاثة حتى توصل للنتيجة اللي أنتي بدك إياها ممكن بحشوات بسيطة نحل هاي المشكلة أسناني بدي إيهن يطولوا ويدي إيهن يطلعوا مثل مثلاً الفنان الفلانية ممكن نحنا نعمل سنين فينيرز ممكن نعمل أربعة ممكن نعمل ستة بس مون إحنا أول ما يجين المريض نقول يلا عشرة فق وعشرة تحت فينيرز أبيض لون كالون كموديل أسنان يعني اليوم الطبيب إليه نظرة تجميلية بوجه مريضه يعني أكيد يعني حتى كل مريض إليه شخصيته وشكله رح نعرف شو بيشتغل شو بيعمل بحياته حتى نعطيه شكل الأسنان اللي بيناسبه خلينا نحكي عن درجة بياض الأسنان اليوم حتى بالفينير أو أي إجراء يعني ببيض الأسنان منلاقي في درجات كتير عم تكون قوية أو ناصعة الطبيض الطبيعي أو الطبيض الليزري هو اللي بيرجعنا على اللون الطبيعي يعني ما في هذا اللون يلي رح نحصل عليه من بعد الفينير صحيح؟ تمام هلا نحنا بس بمعلومة يعني بدي قولها من حكيك أنه طبعا نحنا التبييد للأسنان هو بس للأسنان الطبيعية لأنه بيستهدف طبقة الميناء أما الناس اللي عاملين فينيج مثلا من زمان بدي تروح تبيض هذول الفينيرات فهو مو هيك شو بيصر الإجراء؟ ما بنستخدم يعني الطبيض ما بيستهدف الفينير بيستهدف بس الأسنان الطبيعية فقط بيصير بيصير تبديل الفينير إذا كتير مثلا لونه تغير؟ تمام اي طبعا بس بدهم بيحتاج مدة سنوات طويلة لحسنة سنوات طويلة نحن نقرع الشخ 15 سنة يعني من هون لوقتها يعني ممكن يكون صار في مشاكل باللسة لأنه أصلا نحتجنا نغير الفينير فهو مو بس لمشان نبيضه يمكن أهم مشاكل الفينير هي تراجع اللثة وتضعف ببنية الأسنان يعني ممكن ما تضعف ببنية الأسنان لأ تراجع باللثة إجتهابات؟ تراجع أكيد صرنا نشوف حالات إجتهاب لثوية بعد الفينير بشكل مباشر بأشهر يعني صار المريض عم بيعاني من هاي القصة تمام لأنه بيكون صراحة التحضير جائر على اللسة بيخلي اللسة تتراجع نحن عنا حدود وعنا يعني شي مفروض ممنوع أنه نحن نتعدى يعني بالنسبة للسة والنسبة حتى للكمية التحضير من الأسنان طيب خلينا نختم مع حضرتك بنصائح أخيرة اليوم ممكن نجهها للناس أو أخطاء شائعة ممكن يوقعوا فيها بالنتيجة طبيض الأسنان متل ما قلنا قبل وبرجعا بكرر أنه الطبيض ما بيكون عشوائي لازم نرجع للطبيض دائما لعلاجات المحافظة يعني منجرب كل شي قبل ما نبلش بالفينيرز أو الهوليوود سمايل دائما المريض طبعا لازم ينضف سنانه ينضف يعني أو يغير عاداته للغير صحية من شان يحصل على الأسنان دخلنا حلوة ومنحة إن شاء الله بدنا هيك ندعي بصحة وسلامة لكل حدا يشوفنا وشكرا كتير لصباحك ولها المانوات الحلوة اسلاميلي شكرا كتير لكم يعطيكنا الفعافية طبيبة الأسنان فرح الحاجو حسين شكرا لوجدك معنا لليوم شكرا إليك اسلاميلي